ننتقل الآن مشاهدين لمتابعة كلمة للمتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثي يحيا سريع قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفاء بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمني ولكل أحرار الأمة صنعاء السادس والعشرين من الحجة 1445 للهجرة الموافق للثاني من يوليو 2024 صادر عن القوات المسلحة اليمنية ترجمة نانسي قنقر